اسم الدرس العناصر المتدخلة في عملية الاحتراق والعناصر الناتجة عنها المحور الهواء المفاهيم المادة الأكسجين الحرارة بخار الماء ثاني أكسيد الكربون هباب الفحم الضوء المحتوى العناصر المتدخلة في عملية الاحتراق والعناصر الناتجة عنها الهدف أذكر العناصر المتدخلة في عملية الاحتراق والعناصر الناتجة عنها أتعهد مكتسباتي أكمل بما يناسب من مكونات الهواء النيتروجين و و و و يكون الاحتراق في الهواء يؤجج ناراً توشك أن تنطفئ الإجابة من مكونات الهواء النيتروجين والأكسجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون يكون الاحتراق سريعاً في الهواء الأكسجين يؤجج ناراً توشك أن تنطفئ ألاحظ وأتساءل أقرأ الوضعية وأساعد آمنة على حل المشكل الذي طرحه عليها أخوها أحمد الوضعية وضعت أم أحمد فحماً في الكانون وسكبت عليه قليلاً من النفط ثم أشعلته وتركته بمجرى للطيار الهوائي وشوت عليه لحماً قال أحمد لآمنة انظري إلى ما بقي بالكانون هل يمكن القول إنه فحم؟ لماذا؟ أفترض أتخير الافتراضات التي يمكن التحقق منها تجريبياً احترق الفحم في الكانون بواسطة النفط فقط تمكنت الأم من شواء اللحم عندما توفر الفحم والنفط والنار والأكسجين احترق النفط مباشرة عندما أشعلت الأم النار احترق الفحم فبقي محافظاً على صفاته لم يحترق النفط إلا بعد التسخين احترق الفحم فتحول إلى مادة أخرى نتج عن احتراق الفحم أكسجين وحرارة ومادة أخرى نتج عن احتراق الفحم ثاني أكسيد الكربون وحرارة وبخار الماء ومادة أخرى لم ينتج عن عملية احتراق الفحم سوى الحرارة التي ساعدت على شواء اللحم الإجابة تمكنت الأم من شواء اللحم عندما توفر الفحم والنفط والنار والأكسجين لم يحترق النفط إلا بعد التسخين احترق الفحم فتحول إلى مادة أخرى نتج عن احتراق الفحم ثاني أكسيد الكربون وحرارة وبخار الماء ومادة أخرى أجرب وأتثبت أقوم بالتجارب التالية متخذا الإجراءات الوقائية وأدون ملاحظاتي مستعينا بالرسوم ألف التجارب الوسائل الرسوم الملاحظات أولا احتراق الشمع صفيحة معدنية مصدر للحرارة موقف غازي شمع شمع ثانيا احتراق النفط صفيحة معدنية نفط مصدر للحرارة نفط ثالثا احتراق الكحول صفيحة معدنية كحول مصدر للحرارة عود ثقاب مشتعل كحول رابعا احتراق الخشب أعواد ثقاب نزع منها الكبريت الإجابة التجارب الوسائل الرسوم الملاحظات أولا احتراق الشمع صفيحة معدنية مصدر للحرارة موقف غازي شمع شمع ينصهر الشمع ويصبح مادة سائلة تتحول فيما بعد إلى غاز أسود اللون وقابل للاشتعال ثانيا احتراق النفط صفيحة معدنية صفيحة معدنية نفط مصدر للحرارة نفط لا يشتعل النفط إلا بعد أن يسخن بتعرضه لمصدر حراري ثالثاً احتراق الكحول صفيحة معدنية صفيحة معدنية كحول مصدر للحرارة ثقاب مشتعل كحول الكحول مادة قابلة للاشتعال رابعاً احتراق الخشب أعواد ثقاب نزع منها الكبريت الخشب يحتاج إلى الترفيع في درجة الحرارة حتى تتم عملية الاحتراق وذلك بتوفر العنصرين الآخرين المساهمان في عملية الاحتراق باء أنجز التجربتين الموضحتين بالرسم وأسجل ملاحظاتي التجارب الوسائل الرسم الملاحظات أولاً تنكيس كأس باردة جداً على لهب شمعة ثم صب قليل من ماء الجير في هذه الكأس وخضها كأس شمعة مشتعلة ماء الجير ثانياً صحق لهب الشمعة بصحن أبيض اللون صحن أبيض اللون شمعة مشتعلة الإجابة التجارب التجارب الوسائل الرسم الملاحظات أولاً تنكيس كأس باردة جداً على لهب شمعة ثم صب قليل من ماء الجير في هذه الكأس وخضها كأس شمعة مشتعلة ماء الجير بعد إجراء هذه التجربة نلاحظ تعكر ماء الجير وذلك ما يدل على وجود لغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من لهيب الشمع والناتج عن عملية الاحتراق ثانياً صحق لهب الشمعة بصحن أبيض اللون صحن أبيض اللون شمعة مشتعلة نلاحظ تغير لون الصحن من الأبيض إلى الأسود وذلك نتيجة لوجود هباب الفحم الناتج عن عملية الاحتراق ترجمة نانسي قنقر